بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة حلقة جميلة جدا عن مشاكل البطيخ المطعوم ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا ما تنسوش لو عجبك الفيديو لو ما عجبكش اوعى تعمل شير ولايك لو عجبك بس وسامعته للاخر ادعم بنورام زرعية لو ما عجبكش انا بستحلفك بالله اوعى تعمل شير ولا لايك دي حاجة الحاجة التانية بنبدأ على بركة الله ازاي بنبدأ بعد ما طعامنا البطيخ واول سؤال بيجينا الناس بتقول ليه البطيخ المطعوم ما بيبقاش طعمه حلو ليه البطيخ المطعوم ما بيبقاش طعمه حلو تمام دي اول حاجة اول حاجة حضراتكم في حاجة اسمها التوافق يا جماعة التوافق بين الاصل والطعم التوافق بين الاصل وبين الطعم دول بيعتبروا اتنين متجوزين بعض فلازم يكون بينهم وبين بعض التوافق افضل توافق في التاريخ الشاي في لبن وسامنا على عسل زي المصرين ما يقولوا والعسل والطحينة دول اكتر حاجات متوافقين عند المصريين في جوازة ممكن ما تتوافقش مع بعضها عادي وفي اتنين انا معالش يعني حاول توسع الافق بتاعك بالله عليك يعني القصة مش خصة زراعه بس حاول توسع الافق بتاعك وحط نفسك في المود معايا تمام قد يكون في اتنين احنا شفنا حالات كتير انا على الناس شفت حالات كتير اتنين اتجوزوا بعض ما خلفوش تمام فقروا انفصلوا كل واحد راح لحاله صدقوا دي اتجوزت واحد تاني وده اتجوز واحدة تانية وما شاء الله خلفوا ايه اللي حصل سبحان الله هو عدم توافق ما بينهم هما الاتنين تمام ما فيش خلفة طب لما كل واحد تجوزوا خلفوا انا شفت الحاجات دي اكتر من مرة على فكرة فالتوافق يا جماعة عندنا في البطيخ المطعوم ما بين الاصل والطعمة يبقى التوافق توافقين توافق ميكانيكي ان هو شايف الحتة اللي الاخ ده بردمها شايف الحتة اللي انا لازق عليها لازق دي على فكرة اللازق دي يا جماعة ماشي على فكرة اللازق اللي هي الصفرة دي الصغيرة دي انا حاطتها علشان بعد ما دي ورق على فكرة لازق ورق كده بحطها لحد ما نخلص ايه ما نخلص على ان الشتلة بس كبرت شوية والجو هوا النهاردة شديدة هو شايف فانا حاطت اللازق دي بس عشان تلزق لي الاصل في الطعم يعني ما نفصلوش عن بعض لان برضو ما زال يعني المنطقة اللحم ما زالت فيها ايه شوية مشكلة بسيطة او لسه يعني بس انا مستعجل على الزراعة في ايه شغالين زي ما انتم شايفين كده تمام فالتوافق الميكانيكي ان منطقة الاصل والطعم يطلع فيها حاجة اسمك كلوس يا جماعة او منطقة الالتحام يلتحموا الانتين يبقى اصلوا واحد كأنهم حاجة واحدة تمام دي اول توافق بينهم طب لو حصل رافض يبقى ما ينفعش الاصل ما ينفعش على الطعم والطعم ما ينفعش للاصل تمام دي اول مشكلة بتقابلنا ودي طبعا شركات البزور حلاها يا جماعة دي شركات البزور حلاها انت ما تروحش تجيب اخوانا العراقيين الله يهديكم اخوانا العراقيين ما تروحش حضرتك تجيب بتاع ار عمر تمام والطعم علي بطيك وتقول لي اصل الطعم بتاعه دي اول حاجة اول حاجة ان فيه توافق ميكانيك طيب التوافق الفيسيولوجي يا جماعة ان الطعق الاصل يكون على الطعم ما فيش واحد يطغى فيهم على التاني يدي التاني الطعم الوحش طفع المرارة او المواصفات السمرة ما تبقاش كويسة لعدم توافق الفيسيولوجي لعدم التوافق الفيسيولوجي تمام ما بين الاصل اللي انت حطيته وبين الطعم اللي انت حطته عليه تمام انت جايب بطيخ وروح تجايب صنف ارعي مش مظبوط او مر وقمت بتاعهم علي بطيخ تمام طيب ما حصل ما حصل توافق يبقى الاصل طغى على الطعم ادى للسمار نفسها تمام ادى لسمرة البطيخ نفسها ادى لها طعم مر يبقى دي مش مشكلة التطعيم دي مشكلة كنت تمام انك انت روح تزارع اي حاجة وخلاص لا في شركات متخصصة عامل اصول تتوافق الاصل اللي انت طعم علي ده اصل صنجينتا متوافق مع كل القرعيات سواء كان بطيخ او شمان او الكنتالوب او الحبحب او سموا زي ما تسموا متوافق معهم تمام ما عنديش اي مشكلة خالص في القصة دي تمام دي اول حاجة الحاجة التانية لما بنزرع حضرتك لما بنزرع لازم تبقى على مستوى سطحه التربة ما ندفنش الاصل كله علشان ما يطلع ليش حاجات عرضية افرع جانبية ويعمل لي مشكلة لازم يبقى المنطقة الالتحام دي تبقى فوق فوق سطحه التربة زي ما احنا عاملين كده تبقى فوق سطحه التربة يا جماعة تبقى فوق سطحه التربة تمام ده تمام والبطيخ لما بنزرعه تمام انا بحفر شايفوه بيحفر بي مش حفرة صغيرة يعني انا شايف شايف حجم الجزر قد ايه الحجم الجزور قد ايه اهو تمام ما روحش ام عامل فتحة صغيرة واقوب ايه اه ده الدنيا كده كويسة لا الدنيا مش كويسة لازم تحفر وتحط الجدر بكامل الصلاية بتاعتك كامل الصلاية بتاعتك لازم تحط الجدر كله شايف الجدر قد دي المجموع الجزر بقى بتاعتك شايفك مجموع الجزر والبيض بتاعه والجمال بتاعه والجمال بتاع النمو والخضر شايف الشغل شايف عايزك تعمل كده تمام اها دي كده تمام مفيش اي فيروس مفيش اي من مفيش اي مشكل على الصمرة على المجموع الخضري اللي انت بتحطه اهو اهو دي حتة ورقة بس بتسنت كده بعد كده هتدوب لوحدها او هنقطعها ما عندنا مشكلة خالص تمام شايف هو بيحفر ب متقاب صغير او اهوات شايف الراجل اهوات بيحفر بكوريك صغير او بيسميش ام لصغير كده اهو او بيحفر اهوات تمام وبنحط الجدر كله كامل في ارياحية تمام طيب هنا مفيش بقى اول ما بخلص بنزل الميا على طول عشان يكبسل على الجدر ويبدأ الجدر يمارس حق الطبيعة طبعا المسافات هنا يا جماعة مسافات الزراعة برضو مننبع شايف الولد بيعد ما شاء الله بعد النقطات عشان بنزرع على ستين سنتي او سبعين سنتي تمام على حسب الشبكة الطنق necesit بتاعتك ماشي يعني ممكن على الاربعين يبطينا بزرع على الاربعين سنتي اهو بعد اهو بيعد ليه عشان المسافات عنده تكون متس pop اهو اه هنا عندنا طبعا عندنا عش نقطات على عشرين كولي نقطاتنا عشرين مفيش على ااربعين والتلاتين والكلام به بحيث انه بيبقى الخطه كله واحد المية في الخطه كله واحد هو بيعد عدد النقطات وبقى مزارع الراجل ما بين كل واحد وواحد 20 سنتيه هو بيعد 3 نقطات وبيزرع بحيث بيبقى بين كل نبات زي ما انت شايفه التاني اهوت كتقريبا 80 سنتي بعد 4 نقطات في 20 ب80 سنتي تمام شايف الزراع عندك هي ما شاء الله بيعدي كده هينزل الراجل عندنا مية ومجرد ما هنتخلص المية هنحط على طول النفق بتاعنا او الشاش بتاعنا على طول بحيث ان النبات ما يتعرضش ليه الرياح طبعا انا مصور جوه ونتيجة لشدة الرياح نوش هنعرف نتكلم برا انا بسجل الصوت وبعد ما بسجل الصوت بحطه على الفيديو طبعا بشغل الفيديو وشغل قدامك هو تمام وبعلق يعني زي مين كابتل لطيف لما بيعلق على الماتشات تمام فبنعلق لك هو تعالى الماتش تمام او زي ما حضرتك شايف او شايف احنا زرعين في النفع عشان المية بتاعتنا تبقى كويسة ومنحتك شو مية لانها نوصل بالبطيق دوت لكام لشهر اربعة وحضرتك شايف شهر اربعة وخمسة في الكويت النهاردة درجة الحرارة ابشرك 27 يزول تمام ويوضعها مش حلوة بالمرة تمام الراجل جاي بوحدة هي ات الاصل فتاحها لسه ما اصهوش الشباب يعني ما شاء الله طبعا ما فيش حاجة اسمها عن نحق انفطر ولا حاجة الدنيا كويسة وطبعا الاصل مقاوم اساسا لاي نوع من انواع الزبول الاصل قوي طبعا هيينعكس بالاجاب على حجم السمار وعلى المجموع الخضري وبالتالي على حجم السمار وعلى عدد كمان السمار يا جماعة طبعا المجموع الجزر قوي فبالتالي هياخد كميات كبيرة من المية ومن الاسمدة فده لما بياخد كميات كبيرة من المية والاسمدة طبعا بينعكس مش حجم جزر عادي يعني اللي انت شايفه قدامك ده مفيش بطيخ في الحجم ده ده هو دوب يبقى في المكعب بتاعنا بتاع الصواني العادي اللي هي الثمانين او اللي اتنين وسبعين عين يبقى صغير جدا يعني فانا عندي كوباية الكوباية دي كنا بنزرع فبتونيا يعني ده من ابتان زينة اللي انتوا عارفينها الحاولي ده فهو اهوت ما شاء الله اهو 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 المهم فيه يبقى فيه توافق عندنا ما بين الاصل والطعم علشان ما تعكش بس والاخر تقول لي اصل لا اصل الغلط من عندك انت مفيش حاجة اسمها عدم اسمها الطعم مر الطعم مر دي يعني فيه عدم توافق اساسي وانت روح تجيبت اي اصل وانت ضرب عليه اي طوال لو انت عايز تعمل كده حضرتك لو انت عايز تجرب اصول لنفسك بدون الشركات وكده ده عاد يا جماعة ما عندكش مشكل خالص في ان انت تعمله ولكن تجرب واحدة واحدة تجرب نوع من انواع القرع وتطعم عليه البطيخ او الطعم عليه الخيار بس التطعم ده او كانت لوب بس التطعم ده يبقى لنفسك كده واحدة واحدة لحد ما بترسلك حاجة صنف وتبدأ تكمل عادي ما فيش اي مشكل خالص تمام اما انك تجيب صنف كده من اول وتعمل عن طاق واسع لا انا من صحكش بكده لان هيبقى عندك مشكلة مشكلة كبيرة جدا زي ما قلنا بعد ما مخلص على طول نغطي علشان ما بقاش عرضة لي بقاش عندنا البطيخ وعرضة ليه الهوى الشديد اللي احنا بتعرض له او الرياح المحملة بالرمال والاتريبة خصوصة لو انت في منطقة مفتوحة على طول تقفل النفق بتاعك تد مياه كويس تمام تد مياه كويس تمام وامورك بعد كده ما فيهاش اي حالة بشكر حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته